السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعد فيه خبرا يقول أول محافظة جنوبية تعزل المجلس الانتقالي بتقارب مع صنعاء وإلى التفاصيل أبدت نخب في محافظة أبيان جنوبي اليمن اليوم الأربعاء رغبة بالتقارب مع صنعاء قاما ذلك مع افشال المجلس الانتقالي سلطة الأمر الواقع في عدن وحاولت لتطبيع الحياة بمنع فتح الطرقات بين عدن وصنعاء وإيدت تلك النخب التوجه لفتح طريق أبيان البيضاء عبر عقبت ثرة باعتباره هام بالنسبة لمحافظة المعزولة وعدت هؤلاء إغلاق الطريق كبد أبيان خسائر كبيرة وأبرد تلك الشخصيات الصحفي محمد مهيم وقد أكد في تغريدة له تعويل الجنوبيين على فتح هذه الطريق وأبرد الخسائر بالنسبة لأبيان توقف مشروع خزان مياه يمويله البنك الإسلامي ويأتي حديث الجنوبيين عن ضرورة فتح طريق أبيان البيضاء بعد يوم على إفشال الانتقالي فتح طريق عدن صنعاء أبرد ظالع حيث أطلقت عناصر المجلس الانتقالي النار على لجنة وسادة بينما كانت تستعد لتشجين الخط الحيوي ويعد خط أبيان البيضاء واحدا من غدود رئيسية تربط جنوب اليمن بشماله وقد يمثل التوجه الجديد لأبناء أبيان بفتح الطريق إلى صنعاء انتكاسة جديدة للانتقالي الذي يحاول إبقاء المناطق الجنوبية تحت قبضته لأسباب سياسية خصوصا وأنه سبق لأبيان وأن تقاربت مع صنعاء بوساطة قبلية تكللت بإضلاق قائد العسكرية الرابعة والذي تخلى عنه الانتقالي لأسباب مناطقية أشكركم على حسن تابعوا للإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيلات وهذه خالص تهياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته